السلام عليكم إن شاء الله عليكم قائب خير صحة فطركم يغطيكم صحة لراكم تبعو الديزيد بولا سنتكلم مع لاتوفيق شريفي للعب في النادي الإفريقي إن شاء الله يعجبكم الفيديو تبعو معايا سنتكلم على أدوار الليلعباء في الميدان سنتكلم على نقاط التحسن نبدأ بالنقطة الأولى وهي يعرف يدافع واقف وهذه تولي للتمركز والتوقيت الصحيح لا يرميش روحه يعرف كيف يتدخل ويفتك الكرة من المنافس كما راكم تشوفو في هذا اللقطة في هذا اللقطة نفس الشيء في بداية اللقطة شاف هنايا ضربت اللادر سكان تعو شكون اللي راح يجي يهاجم وشاف إذا راح ينطلق له في ظهره هنا شاف إذا كين مهاجم راح ينطلق له في ظهره كي شاف باللي ما كانش راح يغطي على الظاهر هنا وراح يدخل على المهاجم اللي يطلب الكرة على الرواق هو انتليجيون خدم قال كلو كان روح تما ولو كان واحد يجي ديرا نابل في ظهري الدفاع تعي يكون في خطر هنا راح يشوف تمايلي انتليجيونس يدراها راح ذاكي شوية هنا نفس الشيء دافع بدون خطأ دخل بطريقة نظيفة هنا ولعب بالكرة هنا نفس الشيء يدفع واقف مايرمش روحه شوف هنا يتوقيت واحد ضد واحد وقدر يفتك الكرة دوك ما رانيش نقول بلي هاد اللعب مالديني ونيستا وما يغلج كان لعبه أمام ترجي تونسي غير كيما بعد وقل عشر ايام ولا تلتاش يوم في هذا اللقطة واحد ضد واحد هنا يغطى على الظاهير اللي يطلع راح يدافع أمام المهاجم والمهاجم قدر يراوغوا بسهولة هنا حذاري يا توفيق يجين عندك المهاجم لازم تكون مواجد مليح المهاجمين راح عندهم بالسرعة في افريقيا لازم تكون مواجد لازم تعرف كيف يدافع واقف وما تخليهمش يراوغوك بسهولة نقطة القوة تاعو الثانية وهي المراقبة رجل لرجل ما يطلقش المهاجم تاعو يعرف يتمركز مليح ما يخللوش المسافة للمهاجم ما يخليش يهرب له ويتمركز مليح في الدفاع كما راكم تشوفو هنا في كل لحظة مع المهاجم تاعو ويعرف يدخل ويقطع الكورات يفتك الكورة بدون خطأ وهذه هجم لها عند المدافع هنا تمركز مليح توقيت تاعو كان جيد توقع رائع هنا وقدر يدخل وما يخافش أنه ندخل في الكنتاك حط رجل هنا هنا كيف يتبع المهاجم تاعو ويفتك له الكورة بسهولة وهو صحيح الله يبارك حجم لها وهنا بعد خرج الكورة بكل أرازان هنا عنده نقطة قوة أخرى هي في ظهر الدفاع يعرف يتوقع الوضعيات يعرف يقرر مليح الوضعيات ويتمركز مليح هنا يقريب خدعوه هنا لكن عرف كيف يقول لي عنده سرعة ستنجون جوار وقدر يعرقل اللعب هنا تمركز مليح عرف يتوقع اتجاه الكورة هنا وعود خرج بالكورة بسهولة هنا كيف كيف تتبع المهاجم تاعو ما فاتوش في السرعة وقدر يدخل بطريقة نظيفة هنا لعب التسلل كان ذكي في هذا اللقطة أمام ترجي التونسي هنا في المباراة ما كشف نارو غلط في التمريرات هنا نفذ مخالفة أعطاها للمنافس المهاجم يطلق له في ظهره ودر غلطهم بعد ما عرف الشي يتعامل مع الكورة المهاجم يفتكله الكورة وسجل هدف كان هو المسؤول في هذا اللقطة تمرير خطأ وسوء المراقبة من بعد في ظهر الدفاع راكجان الغلطات يسروا هذا هو البالون نقطة قوة أخرى عند توفيق شريفي لهي التغطية يتمركز مليح ويغطي على الروفقاء هنا في هذا اللقطة كانت لقطة مهمة هنا الزميل هرب له المهاجم شريفي تدخل وغطى على الدفاع هنا نفس الشيء قاعد الدفاع هنا كان خارج الإطار وشريفي هو اللي سلك اللقطة هنا تغطية رائعة انطلاقة سريعة هنا من المهاجم الخصم شريفي في التغطية أعرف كيف يغطع الكورة هنا هنا قرأ مليحة وضعية ثم دفع لحم الكورة وزد غلق زاوية تمرير المهاجم الآخر فهمت ما ديفونده على الزوج واحد ضد تنين وعرف كيف يغلق لكي يحبس الهجمة ما شاء الله هنا كان ذاكي جدا هنا كيف نطلق لهم في ظهر الدفاع لكن شريفي عودوا لا في التغطية هنا مرة أخرى يغطي على أصحابه ويخرج الكورة إلى التامس هاكم تشوفوا هدو ما المؤهلات على المدافع العصري يعني يلعب قاعد أدوار على المدافع محواري سدانجان يتحرك بسرعة عنده التغطية عنده الذكاء في التمركز مركاج في المراقبة رجل لرجل مليح اللي يربح لديويل ورح نهضره على الصراعات لديويل في الهواء نشوفوا باللي يربح الصراعات في الهواء ما زال يزيد يقبع شوية نشوفوا شوية عاقلة هكذا لازم يزيد شوية القوة بدانية ما زال وجان في عمره 22 سنة ولا 23 سنة ما زال يزيد يتطور بالصح خلاص إذا حبيلها في الفريق الوطني لازم يزيد يتطور شوية هكما تشوفوا الصراعات الهوائية ما يخافش يدخل الكونتاكت عنده الارتقاء ما شاء الله لعب ما شاء الله في الخروج بالكورة ما شتوش بزاف بكل صراحة ما نشعر في داع لعب يحسن الخروج بالكورة الكورة تطويلة كما لكم تشوفوا بصح أنا ما شتوش بزاف يخرج بالكورة ذكرنا ندخلنا في نقاط تحسن في الخروج بالكورة شفتنا هي خرج برازان تكنيسيا تكنيسيا لا يصاب بس به عندك وشن في بعض الأحيان يخاطر يعاود يخرج دونلاكس كما هادي يعاود ولا فلاكس في هذه اللقطة هادي هنا كيف يعاود رد الكورة في المحور في مناطق خطيرة هنا لازم يشتت الكورة يشتت ها بين الفوق قاع ولا يخرج هاتو ولا يضب الراس بالصح في بعض الأحيان يغلط يعاود يقول لي دونلاكس في الخرج بالكورة ولا يخرج الكورة يخرج في المحور وهذه ماشي مليها إذا ما ترد الكورة في اللعب والدفاع يفقد التوازن وكي تعاود ترد الكورة في اللعب والمنافس التي يقدر يخذك بتزديدها من بعيد ولا بتمريرها لو لا التدخل تعزو ما لا تعو من بعد حداري يا شريفي تعاود تقول لي بالكورة للمحور وهذه ماشي مليها هدرت لكم على توفيق شريفي اعطوني رايكم في تعليقات إن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو نقول لكم بقاء على خير صحيتو وسهف طركم